تعال بقى نشوف معنا الاستاذ رجب من العريش استاذ رجب ازاي حضرتك استاذ رجب اهلا بك فاني بزاك يا عبدالشي الله يبارك في حضرتك تفضل والله انا مريض عندي عضرة القلب ضعيفة 30% وعند السكر وعند الضغط طيب الدكتور قالك ايه اه الدكتور قالي افتر شعر مضاعلي عشان بس عضرة القلب وممكن يجي لك جلطة في كده يعني خلاص ان شاء الله هتفتر في سهر رمضان وان شاء الله ربنا يعطيكي السواب كاملا وليس منقوصا طب انا دلوقتي اعمل ايه ادفع كفارة ولا اعمل ادفع فدية فدية وقالك مش هتصوم رمضان طول عمرك ولا مش هتصوم رمضان دلوقتي لا لغاية ما تتعالج وتبقى حالتك متحسنة يعني كويس اه لا يبقى انت دلوقتي مش هتدفع فدية على حاجة لا هدي بالك حاجة رجب ان شاء الله ربنا سبحانه الله يكتبلك ان انت تقضي هذه الايام بدل الدكتور قالك ده بس لغاية ما تتقوى عدد القلب وتوضى بالسكر وتزبط السكر وكمان الضغط فلا انت ما عليكش فدية انت عليه انت ملست من اهل عدم القدر على الصيام انت عندك ظرف مرضي وداخل في قولي تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفرين في عدة من ايام اخر فاذا انت هتقضي هذه الايام في ايام اخر ان شاء الله اذا احنا دلوقتي عايزين نبين يا سادة الى مسألة مهمة جدا 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 ان الناس المرضى جالي سؤال عجيب شوية في حد عنده مرض وعنده مرض شديد ورافض ان هو يفطر والدكاترة كلها بتقول له افطر بتقول له افطر لان فيه خطر على حياتك فهو بيقول لهم لا انا مش عايزي ديه علي انوار رمضان مش عايزي ديه علي اسرار رمضان مش عايزي ديه علي حلوة رمضان فهي اللي حاصل فهمه سر علي انه علي انه يصوم وصيامه ده قد يضره المسألة بقى هو لما يصوم اطباء بيقولون له اندف خطر على حياتك هل معنى كده ان هو بيطيع الله سبحانه وتعالى لا قد يعصي الله سبحانه وتعالى وإذا كان الصيام ده في حالة من حالات إنه ويضيع حياته تماماً عايبقى عنده كبيرة إنه بعمله ده قد يكونه كبيرة لإنه بيعرض حياته كلها للخطر يبقى الأساس يا سيدي إذا كنت أنت صيامك ده كثرة منعوك من الصيام أصلاً وقالوا لك إن الصيام فيه خطر على حياتك يجب عليك إن أنت تفطر ليه يجب أن أنت تفطر؟ لإنك بقى أنت يجب عليك ألا تلقي بيدك إلى التهلكة ومعنى أن أنت لا تلقي بيدك إلى التهلكة ده تعبير كده تعبير كله على بعضه كده بيقول عليك أن أنت تحافظ على حياتك هو صحيح ده جيف الصدقة لكن لازم أنت تحافظ على حياتك من كل هلكة معانا الأستاذ أحمد ألو ألو سلام عليكم أستاذ أحمد سلام عليكم أستاذ أحمد تفضل بقول لحضرك إنه هذه الوقت داخل عملية ينفع فيه السيام اليوم ده أنت داخل عملية وعتتبنج يوم السبت يوم السبت جاي إن شاء الله هتبنج ينفع فيه الكامل اليوم تعالى نسأل شوية أسئلة هل أنت هيدخلوا أي شيء في جوفك؟ يعني هيدخلوا شيء في ظهورك كده عشان يدخل جوه عشان أي شيء عشان يشفط شيء ولا أي حاجة ولا يحطوا بس عليك اللي هو بتاع التنفس بس آه لا للتنفس بس وإنت بتتكلم بقى عشان المحالين اللي هتتحطي لك والحقن البنج اللي أنت هتأخدها والنوم الطويل اللي أنت هايحصل لك ده بسبب العملية كل ده لا يفسد الصيام يعني كمامة الأكسجين اللي هتتحط على نفسك أو الحقن اللي أنت هتأخدها لأن كمامة الأكسجين اللي أنت بتتحط على نفسك في العمليات دي ما بيقاش فيها محلول يدخل إلى جوفك بس دي عبارة عن أكسجين عشان تحافظ على ده لأن أنت في حالة دي ما بيبقاش عندك إرادة أن أنت تكون حريص على أجهزتك فإذن فبيتحط الأكسجين عشان يتمنوا أن النسبة الأكسجين الموجودة نسبة ما يحصلش معها أي مضعفات أمر الثاني أن الحقنة اللي منع حقنة البنجي دي لا تفطر لا تفطر ليه؟ لأن الجلد ليس منفذا مفتوحا إن إنسان عشان يفطر لازم يدخل إلى جوفه إلى أي شيء عن طريق منفذ مفتوح أما الجلد فمنفذ مش مفتوح أنا وداخل سألوني هل حتى ده بيكون مع الحقن المغزية حتى مع الحقن المغزية لأن العبرة إن ما دخلش أي حاجة إلى جوفك أي من منفذ مفتوح ترجمة نانسي قنقر